اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عشر سكايب حديث عراقي يوم تسعة واحد الفين واثنين وعشرين كانوا أهل العراق والكثير من الناس الذين تابعون الشأن العراقي على موعد مع مسرحية هزيلة ورثة عرضت على شاشات الفضائيات وفي وسائل التواصل الاجتماعي بديوات كثيرة منها وعرضت تفاصيل كثيرة منها هذه المسرحية الرثة والهزيلة شهدنا الكثير ما يشبهها خلال هذه السلطة السنة التي مرت على أهل العراق منذ احتلالها عام 2003 إلى حد الآن لكن هذه المسرحية تميزت بمحاولة الممثلين أن يطفوا عليها أو يطفوا عليها مشاهد اعتقدوا أنها جديدة وممكن أن تخدع الناس وتخدع الجمهور ولكي يصفق لهم ولكي يستمتع بعرضهم بدأت وأقصد في هذه المسرحية مسرحية ما حصل في ما يسمى مجلس النواب في دورته الخامسة في ما يسمونه الدورة الخامسة طبعا قبل ساعات من عقاد الجلسة يوم 9-1-2022 بدأت الفضائيات تنقل صور من هنا وهناك مرة من ساحة التحرير ومرة من مدخل مجلس النواب الحالي وأخرى من الشوارع وأخرى في مقرات أحزاب لأعضاء البعض منهم يركبوا التوكتوك هذه العجلة التي اشتهرت أيام ثورة تشرين لكي يوحي الآخرين يوحي للعراقين بأنه من أنصار ثورة تشرين وأنه ينتمي لثورة تشرين البعض الآخر جاء بملابس رثة وممزقة لكي يوحي للناس أنه فقير وأنه جاء من طبقة معدومة الوقت الذي كانت فيه صور أخرى تثبت أن هذا الشخص يلبس أحسن الملابس وارتدي أحسن الساعات وهو ببحبوحة مادية وغيرها الكثير البعض يعني جاء بملابس فلكلورية ليحاب أنه يتمسك بالعراق والعراقيين والبعض الآخر لا أعرف كيف المهم البعض دخلوا وهم يعني يضعون لكتافهم الأكفان ليحاب أنهم ذاهبون إلى معركة والاستشهاد هكذا المهم هكذا بدأت طاقم التمثيل هذا فريق التمثيل كله يدخل إلى مسرح الأحداث هكذا كان دخولهم رفعت الستارة وإذا الناس ترى على شاشات الفضائيات هذه الصورة صورة مضحكة صورة هزيلة صورة رثة أعطت مباشرة رد فعل قوي لدى الشعب برفض كل هؤلاء هو كان يعتقدون أن هذه الأفعال قد تغير جزء أو تلامس جزء من عواطف العراقيين فتضللهم لكن للعكس الذي حدث والناس بدأت تتكلم عنهم بشكل سيء جدا عموما بعد كل هذا الاستعراض بعد أن دخلوا إلى المسرح بهذا الشكل الذي وصفنا وبعد اجتماعات وتأخير قالوا أن الموعد قد تأخر طلب بفلان حزب تأخيره فلان كتلة طلبت التأخير بدء الاجتماع في مجلس النواب الإعلان عن انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه والإعلان عن الكتلة الكبيرة وهكذا كان الحديث المهم بعد ذلك عقدت الجلسة وما هي إلا لحظات حتى بدأ الهرج والمرج وإذا بفوضى عارمة في هذا المسرح الذي اختاروهم وإذا برئيس المجلس الأكبر سنن يختارون الأكبر سنن لكي يرأس الجلسة الافتتاحية ثم ينتخب رئيسا لمجلس النواب مرة أخرى يقول أنه قد تعرفت للضرب أو للضغط فنقل إلى المستشفى ومباشرة تنقلنا العدسات تنقلنا شاشات الفضائيات إلى المستشفى وإذا بالرجل يعني يحيط به المالكي والخزعلي والفياض وكل هذه الشلة ليطمنوا عن صحته وإذا به متعافة معافة ليس به شيء في نفس الوقت تخرج إلى المكانة قد خرجت وقد خرجت مباشرة معه يعني متزامنة مع هذا السقوط وقبله يعني فيديوهات قديمة لنفس الشخص كان يتحدث فيها عن سنوات ماضية وكيف يمكن تأجيل الجلسة وكيف يمكن إحداث الفوضى داخل مجلس النواب وكيف يمكن وإذا بالمشهد هذا الذي حكى عنه قبل سنوات يعيد تكراره وتمثيله في ذلك اليوم عموما ودخلنا في سجال هل الجلسة قانونية أو مقانونية دستورية أو مجستورية وهنا يعني هذا الدستور هذه المشكلة الكبيرة دستور العراق مطاط يعني مثل قميص المطاط يعني يريدونه أن يلبسونه على أي جسد ويناسب أي جسد ويستعملونه عندما تكون الحاجة إليه ملحة ويرمونه في الأرض ويدوسونه بأقدامهم إذا ما كانت الحاجة إليه غير مطلوبة هكذا هو الدستور وبالتالي أنت تجد أن الدستور هذا يعني مجرد أوراق بالية لا تساوي شيئا لأن الكل لا تحترمه والكل لا تلتزم به والكل يعني تتكي عليه في تبرير أفعالها وجعلها شرعية وهي غير شرعية أقول بدأ الحديث عن أن هذه الجلسة شرعية وغير شرعية دستورية وغير دستورية قانونية وغير قانونية ومقابل كل هذا الحديث كانت الجلسة قد بدأت مرة أخرى واخترى أضواً آخر لينوب عن العضو الكبير السن وتبدأ الجلسة والهرج والمرج يزداد والضغط يزداد وانتخبوا رئيس مجلس جديد وإذا بالأمور تبدو وكأن هناك يعني قم بلقد انفجرت الكل يصرخ الكل يعني الكل يتشكى الكل يطالب بحقه من سلب حق من من أخذ حق من من اعتدى على الدستور من من تجاوز القانون البعض يقولون رفعنا القضية إلى المحكمة الاتحادية البعض يقول لا حاجة إلى المحكمة الاتحادية البعض يقول الكل يستعين برجال يسمونهم الخبير القانوني والخبير الدستوري والكل يتحدث والفضائيات ليس لها شغل ولا شاغل إلا هؤلاء وبالتالي انتهت الجلسة على هذا الشكل انتخبوا رئيساً للمجلس ونائبه وبدأت المشاكل وبدأت وإذا بالناس التي قالوا انهم خسروا الانتخابات عادوا مرة أخرى بعد فترة طويلة من التظاهر في الشوارع وبعد الاعتراض على الفائزين وهم جزء منهم يعني سأقول لماذا جزء منهم بعد كل هذا الاعتراض عادوا مرة أخرى للاعتراض والتهديد ومباشرة صدرت بيانات التهديد يعني بعدها كانوا يتحدثون عن التداول السلمي للسلطة عن احترام الديمقراطية عن الحرية عن الرأي الآخر استماع الرأي الآخر احترام الرأي الآخر وإذا بكل هذه المسميات تداسم الأحذية لا وجود لها الكل يهدد والتهديد بالسلاح والدم لم يصدر بياناً من كل الجهات إلا فيه تهديد ووعيد وتحذير من الدم الذي سينفجر والدم الذي سيسيل هكذا كانت الصورة وهكذا وجد أهل العراق أنفسهم يعني مع مرور نهار ذلك اليوم يوم تسعة وصولاً إلى الليل يعني دخل الليل وإذا بالعراق يدخل إلى نفق مظلم آخر أكثر ظلاماً فيه تهديدات فيه قوى وميليشيات تتسلح فيه قوى وميليشيات أخرى على الجانب الآخر تتسلح الكل يستعد لمعركة حاسمة هكذا تبدو وتحول العراق إلى ساحة ساحة معركة يحتاج إلى إطلاقها واحدة لكي يبدأ الصراع هكذا هي الصورة صورة الانتخاب عندما تسأل أي مواطن من الذي يحصل يقول لك هذا صراعاً على الكراسي والمكاسب والشعب العراقي ومن سيهدفع الثمث وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم على أمل أن أبقاكم في حلقة أخرى لنكمل هذا الحديث لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة